إلى فصاتين انقسمت جماعة الإخوان المسلمين وعلى أعلى المستويات والمباراة بين الطرفين أو بالأحرى المعركة حامية الوطيصة فمن جانب هناك إبراهيم منير نائب المرشد العام للجماعة والقائم بعمل المرشد ممثلا لمجموعة لندن التي تمتلك الاستثمارات الخارجية والعلاقات وعلى الجانب الآخر هناك محمود حسين الأمين العام السابق للجماعة وعدد من أنصاره ممثلين لجماعة تركيا ومن يقيم بها من الإخوان الفارين من مصر مع ما يمتلكون من مفاتيح للثروة وخفايا التنظيم النزاع بات من الصعب إخفاؤه وأحدث حلقاته قرار منسوب لمجلس شورى الإخوان بإعفاء منير من مهامه كنائب للمرشد مع الإبقاء على مهامه خارج مصر البيان تضمن أيضا إلغاء الهيئة التي شكلها إبراهيم منير لتعمل عمل مكتب إرشاد الجماعة والتي جاء تأسيسها كمهرب من صعوبة تنظيم انتخابات داخلية في التنظيم القرار تقف وراءه جبهة اسطنبول محمود حسين وهو يأتي ردا على قرارات منير قبل أيام بإيقاف حسين وخمسة من كبار معاونيه عن العمل وإحالتهم للتحقيق بتهم الفساد تمهيدا لفصلهم الانشقاق بين قيادات الجماعة ارتد تذمرا بين عناصر الإخوان من الشباب فهؤلاء يشكون علنا من ترد أوضاعهم المعيشية في تركيا وهم غاضبون على قادة الجماعة الذين يرفضون صرف مستحقاتهم المالية بحجة تأخر الدعم المالي وبين هذا وذاك تنكشف بشكل مستمر تفاصيل عن عمليات اختلاص وفساد يتورط بها قادة في الجماعة في تركيا ما دفع بعض شباب الجماعة للمطالبة بالعودة إلى مصر مهما كانت العواقب